دشنت كاركوك تجربة الري المطري في العراق لتجنب هدر المياه ما يوفره هذا النظام المتطور وخطوات تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة نتابعها مع مراسلنا في المدينة مهند التميمي تجربة الري المطري تخوضها كاركوك وهي أولى المحافظات العراقية التي بدأت العمل وفق هذا النظام الإروائي تجربة وفق القائمين عليها تخفض الهدر بالماء وتغطي المساحات الزراعية بنسبة عالية إضافة إلى أن المواد المستخدمة عراقية بنسبة 95% وهي انعكاس اقتصادي كبير على الواقع الزراعي ارتعينا أن ننقل هذه الفكرة وهذه تجربة الري المطري إلى بلدنا العزيز وهذه أول مرة في العراق وبدأنا في محافظة كاركوك فكرة فوائدها استغلال أكبر مساحة ممكنة لزراعة الأراضي وتقليل من كمية المياه المستخدمة أي الهدر بالمياه 90% نقدر نقول منها مواد محلية وهذا أيضا دعم للاقتصاد الدولي لاعتماد على الأيدي العراقية التنفيذ أيدي عاملة عراقية ووفق مختصين فإن إدارة الحقل تكون بيد فلاح واحد فقط إضافة إلى أن الري المطري يوفر نسبة إرواء عالية وتحكما بنسبة المياه بحيث يعطي للمحصول قوة ووفرة في الإنتاج على اعتبار أنه يوفر بيئة زراعية صحية قلت من هدر المياه تصل لنسبة 0% أو 1% تقريبا لأننا نتحكم بكمية المياه لنمطيها ثانيا ووفرتنا عنم دخول الآليات داخل الحقل يعني يكون عندنا كله عن طريق الحقن أو عن طريق المضخة يعني فلاح واحد يدير هذه المنظومة بالنسبة للبذرة حقاتنا تجانس يعني نسبة إنبات عالية وكذلك إنبات يعني بوقت واحد جميع الحقل أو كل مساحة الحقل خطوات جادة لتطوير القطاع الزراعي في كاركوك بدءا من تنشيط البذرة وصولا إلى منتج محلي يرقى لمنافسة المستورد بالاعتماد على نظم الري الحديثة من كاركوك مهندة ميمي قناة الرابعة